اهلا بكم في توتوريال جديد من RVT Studio في الفيديو بتاع النهاردة احنا بنتكلم عن طول اسمها سكوب بوكس تعالوا نتخيل ان احنا عندنا المبنى اللي قدامنا ده حد شغال على جزء معاين من المبنى الجزء اللي فوق ده مسلا الجناح اللي فوق ده حد ماسكه وبيشتغل عليه بس فبيظهر الجزء ده في كل بلاناته دور الارضي والدور الاول وكل بقى لوحاته يعني دور الارضي بقى لي لوحة الاركيتكتر وكل بقى لوحات الارضيات والاسقف والسباكة وكل الكهرباء وكل الحاجات دي كل الحاجات دي بيظهرها للجزء ده فقط فمحتاج دايما ان هو يكروب على الجزء ده فانا لو انا دلوقتي جوه البلان وشغلت كروب ديو وشغلت كروب ريجين فيزيبل لما بشغل الكروب ريجين بيظهر لي المستطيل اللي انا بعمل بي كروب اهو فاحتاج ان انا احرك المستطيل ده حوالين الجزء اللي انا اشغال عليه صحي كده وبعد كده اخفيه بقى انا كده قاصص البلان بتاعي على الجزء ده المشكلة ان هو لما هيجي يعمل بلان جديد مش ضامن ان هو يعرف في كروب على نفس الحتة دي بالزبط عمره ما هيعرف يظبط الكروب على نفس المكان بالزبط كل مرة مثلا هيجي بقى في البلان بتاع الارضيات نلاقيه مثلا عامل كروب زيادة شوية بلان الاسقف هلاقيه الكروب نازل تحت زيادة شوية عمرها ما تظبط بالزبط فعشان كده فيه طول حلو قوي اسمها سكوب بوكس السكوب بوكس ده موجود هنا جوا فيو هدوس على سكوب بوكس وهختار الجزء ده بنشتغل عليه ومن الفيو نفسه من البروبرتيز بتاعته هعمل كروب وهختار سكوب بوكس اللي هو سكوب بوكس 1 اللي انا عملته ده هلاقي ان هو بيعمل كروب على السكوب بوكس مزبوط وممكن اشيل الكروب ريجن عشان ما يبنيش هو كده اعمل الكروب على السكوب بوكس اللي هو اسمه سكوب بوكس 1 اللي انا عملته من شوية الميزة في السكوب بوكس ان انا هقدر اكروب عليه كل الفيوز بتاعتي هروح في اي دور هقول السكوب بوكس ههو هلاقي موجود هكروب واقول له اختار سكوب بوكس 1 ممكن اشيل الكروب ريجن عشان المستطيل ده ما يظهرش وهكذا هفتح اي بلان هفتحه اقدر دلوقتي اصين السكوب بوكس 1 للبلان ده واقص على السكوب بوكس هيبقى كل الفيوز بتاعتي متضبط الكروبين بتاعها مزبوط ده طبعا في البلان وكمان في الاليفيشن وفي السكشن انا ممكن دلوقتي في الوجهة الشرقية من هنا سكوب بوكس اقول له سكوب بوكس 1 برضو هلاقي بصلي جزء معين بس من المبنى هو اللي ظهر لي في الاليفيشن في الاليفيشن بقى في السكشن حتى في السري دي انا لما بفتحه السري دي بتاعي هلاقي اللي سكوب بوكس موجود ممكن اسلكت عليه ومن هنا في حاجة اسمها سلكشن بوكس لما بادوس عليها بيعمل سكشن بوكس حوالين السكوب بوكس اللي انا عملته اذا انا كل ممكن كل مشروعي ابقى عامل فوكس على حتة معينة اللي هي سكوب بوكس 1 او اي اسم بقى انا بديه للسكوب بوكس بتاعي فالتول دي حتى كمان ممكن تساعدني في ان انا لو عايز كل البلاينات بتاعتي كلها تبقى مع بعض مزبوط كل البلاينات انا اقدت تاني بالزبط فالتول بتاعت سكوب بوكس هنلاقي انها مفيدة بشكل كبير اتمنى التوتوريال النهاردة يكون عجبكو شكرا ونشوفكو في التوتوريال اللي جاي شكرا ونشوفكو شكرا